اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في رحاب جامعة السودان المفتوحة في مقرر المناهج لمادة ومقرر علم النفس الاجتماعي حقيقة يأخذ علم النفس الاجتماعي أهمية خاصة نسبة لتسارع بنية المجتمعات في تركيبها وعلاقات الأفراد مما يوحي علينا أن ندرس هذا العلم خاصة لدارسي التربية ومن هنا يأخذ علم النفس الاجتماعي أهمية خاصة نسبة لتطور المجتمعات في بنيتها ونظمها ومن ثم اتجه علماء النفس إلى التربية نحو الدراسة المعملية للتطبيق لما يخص الجماعة والأفراد والمتقيرات المؤثرة فيها باعتبار أن التربية هي إحدى المجالات التطبيقية المهمة في فهم السلوك الإنساني وضبطه وتقويه الأهداف العامة للمقرر يتكون المقرر من عدة أهداف تتمثل في معرفة دراسة من نفس الاجتماعي مجالاته وأهميته وطرق البحث فيه ثم ننتقل إلى دراسة التنشئة الاجتماعية ماهيتها وأهميتها وطرق تقوينها ومؤسساتها بصفة عامة ثم تستطيع أن تشرح ماهية الاتجاهات النفسية والتعصب وتعرف أو تلم بالعلاقة بينهما وفهم طرق قياس الاتجاهات بصفة عامة ثم تنتقل إلى معرفة الظواهر السلوكية التي تحدث بين الأفراد والجماعة بصفة عامة وتستطيع أن توجيها وتغيرها وتدرسها بصفة عامة وتتعمق في دراستها كذلك تحدد أكثر الظواهر السلوكية التي تنشأ بين الأفراد في المجال التعليمي بصفة عامة ثم تلم بمظاهر التفاعل الاجتماعي وأسسه وأنواعه والعوامل المؤسرة فيه ثم تميز المشكلات النفسية والمجتمعية وآليات الضغوط التي تحدث بالنسبة للأفراد في علاقاتهم البينية وفي التفاعل الاجتماعي الذي يحدث بينهم بصفة عامة وخاصة في المجال التربوي تدرس العلاقات بين التلاميذ والمعلمين وبين الجيرة المحلية التي تقارب أو تجاور المؤسسات التعليمية وعوامل السلوك التربوي والاجتماعي الذي يحدث بين الأفراد في علاقاتهم وتفاعلهم الاجتماعي والعلاقات البينية التي تكون الشخصية ويكون لها أثر بالق في تكوين الشخصية ويميزها بصفة عامة محتويات المقرر يتكون المقرر من محتوى يشمل واحد المدخل لعلم النفس الاجتماعي اثنين طرق البحث في علم النفس الاجتماعي وثلاثة يدرس الجماعة وتكوينها وأشكالها وأنواعها أربعة يدرس التنشع الاجتماعي بصفة عامة خمسة يدرس الاتجاهات النفسية والتعصب ستة يدرس القيادة بصفة عامة سبعة يدرس التفاعل الاجتماعي الذي يحدث بين المجتمعات ثمانية يدرس النفس وعلاقته بالتربية محتويات الوحدة علم النفس الاجتماعي أصبح علم مهم جدا في الحياة الإنسانية بصفة عامة خاصة ما يتعلق بالتفاعل الاجتماعي الذي يحدث بين المجتمعات ومن هنا أصبح التعريف علم النفس الاجتماعي يأخذ أهمية خاصة في العلوم الإنسانية لأن معرفة المجتمع تيسر علاقات الناس والتفاهم بين الأفراد المجتمع بصفة عامة نتناول في هذه الوحدة موضوع علم النفس الاجتماعي وميالاته ثم ننتقل إلى أهمية علم النفس الاجتماعي بصفة عامة وعلاقة علم النفس الاجتماعي بالعلوم الأخرى خاصة العلوم الإنسانية في مجملها ثم ننتقل إلى دراسة التطور التاريخي لعلم النفس الاجتماعي وأهم الصعوبات والمشكلات التي تواجه علم النفس الاجتماعي بصفة عامة هذه الوحدة لها أهداف نقف على أهداف الوحدة الأولى هذه الوحدة ينبغي لنا فيها أن نتعرف على علم النفس الاجتماعي ونفسر آراء العلماء الذين سبروا غور هذا العلم ثم نفسر العلاقة بين علم النفس الاجتماعي والعلوم الأخرى ونحدد موضوعات علم النفس في اتصاله بهذه العلوم ثم ننتقل إلى مراحل التطور التاريخي الذي سلكه علم النفس حتى أصبح علما قائما بذاته بين العلوم الأخرى وأخيرا نلم بالصعوبات التي تواجه هذا العلم التعريف على علم النفس الاجتماعي تباينت وجهات نظر العلماء في تعريف علم النفس الاجتماعي بحسب المنطلقات الفكرية والثقافية التي ينطلقون منها فهناك عدة تعريفات مختلفة لهؤلاء العلماء منهم كينغ سبرت يرى أن علم النفس الاجتماعي هو ذلك العلم الذي يهتم بالسلوك الاجتماعي بالنسبة للفرد والجماعة في اجتماعاتهم بصفة عامة كذلك يرى كريتش أن كريتش ميلون وكريتش فيلد يرى أن دراسة الفرد من خلال الجماعة وأسر الفرد في الجماعة وأسر الجماعة في الفرد هو الذي يحدد موضوع علم النفس الاجتماعي كذلك يرى العالم ينق أن دراسة الفرد وصلاته المختلفة من خلال التفاعل الاجتماعي هي التي تبين هذا السلوك من خلال علم النفس الاجتماعي ثم كذلك العالم مكدوغل الذي يرى أن اكتساب الفرد للعادات والتقاليد والنظم التي يكتسبها من خلال تفاعله مع الجماعة هي التي تكون موضوع علم النفس الاجتماعي وتدور هذه التعريفات لكل واحد منهم من الفلسفة التي ينطلق منها إلا أن هذه التعريفات تجمع ما رآه أو مع الرؤية التي رآها عالم النفس جوردون أولبورت حيث يرى جوردون أولبورت أن التنشع الاجتماعي هي الأساس وهي المحور الذي يكون السلوك الاجتماعي بالنسبة للفرد ويرى جوردون أولبورت أن هناك ثلاثة عوامل أساسية تؤثر في علم النفس الاجتماعي هذه العوامل تتلخص في التنشع الاجتماعية وهي التركيب أو البنية الاجتماعية التي يتكون منها سلوك الفرد وعملية التفاعل الانتراكشن سوشال الانتراكشن بين الأفراد هذه العوامل السلاسة هي التي تكون موضوع علم النفس الاجتماعي عند جوردون أولبورت موضوع علم النفس الاجتماعي ومجالاته حقيقة علم النفس الاجتماعي يتكون من عدة مجالات هذه المجالات تبدأ بدراسة الثقافة بصفة عامة الثقافة في معناها الشامل الكلشر كما عرفها تايلور هي كل المركب الذي يشمل العادات والتقاليد وكل ما يقوم به الإنسان من مأكل ومشرب ونظم حياة بصفة عامة والثقافة تنقسم قسمين قسم ثقافة مادية وثقافة معنوية الثقافة المادية في المركبات والمنشآت وصناعة المساء الصناعة بصفة عامة والثقافة المعنوية هي التي تتمثل في الآداب والفنون والتراث المعنوي كله بصفة عامة وسنترسها بالتفصيل إن شاء الله كذلك الجماعات دراسة الجماعات والعلاقات البينية بين هؤلاء الجماعات المتبادلة بين الأفراد في تنظيماتهم الاجتماعية كذلك السلوك الجنسي يكون الموضوع في علم النفس الاجتماعي وطرق الزواج وطرق العوامل التي تدخل في هذه النظم الزواجية في المجتمعات الإنسانية بصفة عامة كذلك دراسة الرأي العام وقياساته واتجاهاته ومعرفته ومكوناته وكل ما يتعلق بالرأي العام يعتبر من مواضيع المنفس الاجتماعي والاتصال والتواصل الاتصال بمعنى أنه اتصال بين الأفراد والجماعات من جانب واحد أو من جانب إلى الآخر والتواصل بين الجماعات التواصل المشترك بين هؤلاء الجماعات الأخذ والعطاء المتبادل التأثير والتأثر والفنون بأنواعها لأن الفنون صفة دهر الله سبحانه وتعالى للإنسان كذلك الانحراف الاجتماعي مشكلات المجتمعات كلها يدرسها علم النفس الاجتماعي علاقة علم النفس الاجتماعي بالعلوم الأخرى يتصل علم النفس الاجتماعي بالعلوم النفسية والاجتماعية والإنسانية الأخرى اتصالا مباشرا حيث يأخذ ويعطي من هذه العلوم باعتبار أن علم النفس الاجتماعي هو ذلك العلم النظري الذي يأخذ في المجال التطبيقي من العلوم الأخرى يتصل بعلم النفس التربوي ويتصل بعلم الاجتماع ويتصل بالأنثروبولوجيا ويتصل بالجغرافية ويتصل بالتاريخ ويتصل بالعلوم الاجتماعية والإنسانية بصفة عام ويأخذ منها ويعطي فيها باعتبارها مجالا تطبيقيا للسلوك الاجتماعي الذي يحدث بين الفرد والجماعة كل في مجاله باعتبار أنه مثال ذلك يدرس الاتصال بالتربية باعتبار أن التربية هي تغيير مقصود في السلوك هذا التغيير المقصود في السلوك يمكن تطبيقه في مجال المجال الإنساني في مجال التربية في العلاقات الإنسانية التي تحدث بين الناس في موضوعات علم النفس الاجتماعي التطور التاريخي لعلم النفس الاجتماعي مر علم النفس الاجتماعي بتطور تاريخي في المجتمعات التي نشأت فيها الحضارات القديمة في بلاد اليونان وفي مصر القديمة وفي الصين وفي آسيا بصفة عامة كان له أثر بالق في تكوين هذه الحضارات وفي بلاد اليونان ظهر أرسطو وأفلاطون وسقراط ودونوا عن الحياة الاجتماعية في هذه المناطق وكان لها أثرها البالق فأفلاطون في كتابه والجمهورية تحدث عن تكوين المجتمع ونظم التعليم والأسرة وآرسطو تحدث عن القوانين وتحدث عن المجتمع وتحدث عن نظم الحق وتحدث عن المجتمعات الأثينية والأسبرطية بصفة عامة كذلك في مصر القديمة تحدث الفراعنة في تركوا لنا أو خلفوا لنا آثار تبين أسس الحياة الاجتماعية في هذه المناطق وفي بلاد الشام وفي الهند وفي الصين هناك آثار تدل على أن الحياة الاجتماعية قد تناولت مجال علم النفس الاجتماعي ولكن الحضارة بصفة عامة التي دونت هذه الأشياء في أسالهم ظهرت بوضوح في كما ذكرت في أول أمر في اليونان وفي مصر القديمة وفي مرحلة العصور الوسطى كانت هناك ظهرة المسيحية ولها حضارة في مجال علم النفس الاجتماعي في العلاقات الإنسانية ظهر بنتام وظهر القديس أوغستين ولكن كانت المسيحية بصفة عامة تفرق بين الحياة الاجتماعية بما لله لله وما لغيسر لغيسر كذلك الفترة هذه يعني ما أدري لماذا في فترة العصور الوسطى هي الفترة التي ظهر فيها الإسلام والإسلام ظهر بحضارة إنسانية ضاربة في الجزور وعلاقات الأفراد والإسلام يعني دين سماوي أثر في تغيير سلوك الناس ونقلهم نقلة اجتماعية وواضحة وظهر من علماء المسلمين وفقاههم من دونوا هذا الكلام ظهر ابن خلدون والإمام الغزالي ودف العصور المتأخرة منذ العصر الرابع القرن الرابع تقريبا جمد الفكر الإسلامي ثم بدأ يعاود الكرة مرة أخرى والآن الإسلام شق طريق العلماء شقون طريقهم نحو تأسيس علم نفسه اجتماعي مأخوز أو مصطمط من التعاليم الإلهية كذلك في أوروبا قبل الإسلام طبعا ظهر مفكرين في الفترة الأولى منهم يعني بعد الثورة الصناعية ظهر في فرنسا وعمومة في أوروبا بظيفة عامة ظهر بدأ الناس حديثا يتحدثون عن التطور الذي حدث في الحياة الاجتماعية بصفة عامة فظهر جون لوك وطور الفلسفة الواقعية ومعرفة العلم عنده مهمة في توجيه السلوك الإنساني كذلك ظهر بن تام واشتهر بن تام بالمبدأ أو المزعب الذرائغي ومنه انتقل إلى أمريكا فيما بعد حينما جاء يوندوي وطور هذا الموظف كذلك ظهر جان جاك روسو ودعا رائد الفلسفة الرومانتيكية ويرى ان الانسان خير بفطرته ضمن كتابيه العقد الاجتماعي وإيميل وإيميل هذا يعني كتاب الذي صور فيه التربية الاجتماعية بالنسبة للطفل وانه الحياة الطبيعية توجه هذا الطفل ولهه آراء فلسفية ونفسية واجتماعية في هذا المجال مرحلة الفكر الإسلامي حقيقة ساهم العلماء المسلمين بقصة وافر في الفكر الإنساني وطوروا مجال علم النفس الاجتماعي وبما لا يقل عما ساهموا في الحضارة الإنسانية بصفة عامة ومردود لا زالت أساره حتى اليوم باقية خاصة حينما نقل الفلاسفة المسلمين والعرب الحضارة الإسلامية من الأندلس إلى أوروبا وانطلقوا من الموجهات الربانية في القرآن الكريم ومحاوت السنة النبوية الشريفة من تفضيل لمقاومات الشخصية المسلمة المتكاملة قال تعالى ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها سورة الشمس آية 87 ومن أهم العلماء المسلمين الذين كتبوا في الفكر الإجتماعي التربوي الفكر الإجتماعي الإنساني التربوي الإماء المفكر والفيلسوف الفارابي في كتابيه السياسة وأهل المدينة الفاضلة ويعزي فطرية طبع طبع الإنسان إلى إجباع حاجاته وخالف عرصته الذي يرجع هذه الفطرة إلى التجمع الإنساني كذلك فصل عوامل تماسك المجتمع حددها وفسرها وله في ذلك في تلك الفكرة آراء ويقول أن الجماعة النفسية والاجتماعية متماسكة باعتبار أنها مؤمنة بالموجهات الربانية والإنسانية كذلك ابن سيناء وابن سيناء له بحوث في ظلم النفس العام والاجتماعي في الإدراك الحسي حيث أنه يعتبر أن الإدراك الحسي يهيي لعملية الإدراك العقلي ووضح دور المتغيرات الخارجية في هذا الجانب بعد تطور علم النفس في العصور الوسطى أصبح علم النفس في الحياة المعاصرة يتمثل في ما يحدثه اليوم من دراسات عامة لقياس الرأي العام ولقياس المجتمعات واتجاهاتها بصفة عام وخاصة فيما يتعلق بقياس الاتجاهات بهذا نكون قد انتهينا من الوحدة الأولى اللي هي درسنا فيها أهمية علم النفس الاجتماعي ونقدم أسئلة لهذه الوحدة باقتصار شديد واحد ما موضوع علم النفس الاجتماعي اثنين عرف علم النفس الاجتماعي ثم بين أهم التعريفات التي وضحها العلماء ثلاثة ما العلاقة بين علم النفس الاجتماعي والعلوم السلوكية الأخرى أربعة بين العوامل التي ساعدت على إثراء الفكر الاجتماعي الإسلامي خمسة ما الصعوبات التي تواجه البحث في علم النفس الاجتماعي ستة أكتب مذكرات مختصرة عن الفكر الاجتماعي الإسلامي عند العلماء المسلمين بهذا عزيز المشاهد نكون قد انتهينا من دراسة الحلقة الأولى الخاصة بأهمية دراسة علم النفس الاجتماعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة